بس أنتو 3-4 العامل ما تتحاجون أنا هذا اللي سمعته بلست يعني بس يتمثلون أصلاً بشأن يجمعكم هاي مشاهد بس كان ماكو تواصل بينكم بالضبط هو أنتقلتها يجمعنا إحنا بضع مشاهد عبارة عن مشاهد بيها كمية تحدي وحقد لأنه الشخصيتين متضاربات ومتصادمات يعني عكس الدور على الحقيقة ممكن؟ بالضبط يعني هي تشانت القصة كلها إنه هل سمثلاً ساري آني وياك علاقتنا كلش طيبة وإحنا أصدقاء ويدخل طرف ثالث بالضبط لا مو سالفة يدخل طرف ثالث أنا عكس علاقتنا زين ودا نسالف باتشور عندي مشهد وياك المشهد هذا لازم أطلع كمية حقد لأنه أنت أخذت الإنسان اللي أنا أحبه سيان أنا باتشور شون رح أقدر أدي هذا الدور يعني إذا ممثل أفصل لازم صحيح بس هذا هم إلى تأثير فهي ما كان أكو خلافات أبداً كان أكو مراعاة للدور اللي إحنا دا نقدمة بس بآخر العمل بآخر حلقة تصوير آخر مشهد إحنا تنا يعني نسالف وعادي طبيعي الوضع جداً ماكو أي مشكلة وهذا السؤال نسأل في أحد البرامج وتم الجواب عليه بنفس الطريقة زين بصراحة هل هاي الممثلة هي سبب أنه أنت ما اشتغلت هاي السنة وياها كنتي مرشحة أنه تشتغلين وياها بنفس القناة لا لا بنفس القناة يعني أقول لك بالنسبة لي هاي القناة هي اللي قلت لك طلعتني طلعتني بضضبط وعنطتني الفرصة وأنا علاقتي بيهم جداً طيبة وقلت لك يعني أنا واصلة بالعلاقوية المنتج والمخرج والكادر كله أنه أنا قبل ما أريد أطلع لقاء أو أروح إبنت أنا أخابرهم أسألهم وحتى من هاي الساعدهم تصوير أنا أروح وأزورهم يعني دائماً إحنا على تواصل بس اللي صار أنه أنا نزلت دور بطولة قوي السنة اللي فاتت ردتي يقدم نفس المستوى صحيح؟ بالضبط فهاي السنة ماكو شخصية عندها هذا الدور فما يصير يعني مترهم مترهم أني أنزل بدور أقل